اشتركوا في القناة فلاحظوا أنهم كانوا يقتلون الأبناء الذكور ويستحيون الإناث ويبقونهن في الذل والامتهان ليلدوا لهم مزيدا من الخدم وهذا في عذاب عظيم على الأب يعني إيش رأيك الآن بواحد يرى أب يذبح ابنه الذكر وتأخذ بنته خادمة يستحيون نساءكم مهينة ذليلة ممكن تغتصب ممكن يعتدى عليها بس تخدم فقط تخدم أولئك القوم ولذلك هؤلاء الطغاء من شأنهم إذلال الناس وتسخير الناس للخدمة ويتبين لنا من هذه الآية قدرة الله تعالى على تخليص الضعفاء والمظلومين من الأقوياء الظالمين وأن ربنا تعالى له مطلق التصرف في خلقه بالخير والشر فلا اعتراض على حكمه وقدره إذا أذن بتسلط وله النعمة والشكر إذا أذن بزوال هذا التسلط ولما ذكر سبحانه أحفاد الناجين بنعمته على وجه العموم فصل لهم هذه النعمة فقال تعالى في الآية التي بعدها وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَةِ شَقَقْنَاهُ مِنْ أَجْلِكُمْ وَلَكُمْ وَبِسَبَبِكُمْ البحر شققناه ليتيسر لكم سلوك الطريق فيه فأنجيناكم بعد أن جعلنا فيه طريقا يبسا لا تغوص فيه أرجلكم تسلكونه لتخرجوا إلى الجانب الآخر فأنجيناكم من فرعون وجنوده وأخرجناكم إلى الساحل قال تعالى وأغرقنا آل فرعون لما تبعوكم في البحر أطبق عليهم الماء قال وأنتم تنظرون يعني تشاهدون وتبصرون نجاتكم وهلاك عدوكم وهذه فيها آية بالغة لله فإذن فضل الله كان عظيما على بني إسرائيل وأقر أعينهم بإهلاك عدوهم وليس فقط أن ينجوهم لأن الإنسان المظلوم في غيظ لا يذهب غيظه إلا أن يرى بعينيه هلاك عدوه وكانت النعمة على بني إسرائيل مضاعفة فإن رؤية عدوهم يهلك فيه شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم وكان ذلك يوم عاشراء كما ورد الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه رواه أحمد والبخاري ما ترك لهم فضيلة قال أنا أحق أولى بموسى منكم ما ترك لهم فضيلة انتزع عاشراء من اليهود سبحان الله وأمرنا بمخالفتهم هذا أمر استحباب بأن نصوم تاسعاء مع عاشراء طيب ماذا رأينا في هذه الآية قدرة الله العظيمة حيث جعل البحر ينفلق إلى فرقين كل منهما كالجبل العظيم وبيان قدرة الله العظيمة على تغيير أحوال الطبيعة يا جماعة يا جماعة الآن يقول العلماء زلزال اليابان قذف شرق الجزيرة اليابانية أربعة أمتال ربع إلى الجهة كذا وتسبب في ميل محور الأرض كذا وكذا اليوم 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 خبراء أجواء خليجيون يقولون إن الجو الحاصل الآن في الخليج غير عادي لأن هذا الشهر شهر إبريل ما هو شهر اعتدال في الجو وهذا بداية الصيف في الخليج وأن الحر كذا كذا ولكن نشهد الآن يعني تغيرات مناخية وفي هواء رياح تهب وفي غبار وأترب وكذا ولكن يحدث معها اعتدال في الجو وفي أمطار وليس في العادة يقول اليوم اليوم نشروا تقرير الجو المناخي اليوم ليس في العادة أن تنزل على الخليج أمطار في هذه الأيام هذا الشهر من السنة عادة ما في مطر والآن يعني لا شك أنه في تغيرات مناخية واضحة يقولون في ثلوج تذوب في الشمال والآن الجازل زال الضرب غير محور الأرض صار كذا صار بعدها هبت رياح أمطار إلى آخرين إذن الله يغير الله قادر يا جماعة الله قادر على تغيير أحوال الطبيعة الله قادر على تغيير مناخ جزيرة العرب الله قادر على إذابة ثلوج تفجير براكين زلزلة الأراضي إغراق بالمياه اقتحام المياه لليابسة كله الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى بالله عليكم عندما ضرب موسى البحر وانفلق وكان كل فرق مثل الجبل وصار في ممر بين الفرقين يابس أي بسه الله يمر في بني إسرائيل ماذا حصل بالله ماذا حصل أمسك يعني سلب الله الماء خاصية السيلان فتجمد على جانبي الطريق الذي سلكه موسى وبني إسرائيل الذي سلكه موسى وبني إسرائيل الخاصية خاصية السيلان هذا ماء 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 مهو صخر جامد يتجمد الآن ييبس سلب الله الماء خاصية السيلان وجمد الماء على جانبي الطريق في البحر ليسلكه موسى وبني إسرائيل ليتعود الخاصية تشتغل مرة ثانية وينطبق على فرعون وقومه إذن لاحظوا الذي خلق الماء أثبت فيه الخاصية ونزعها وردها سبحانه وتعالى والآية ترى فيها شيء عظيم كيف سخر الله من فرعون سخر الله من فرعون ومكر به لقد أهلكه بما كان يفتخر به كيف ألم يقل فرعون من قبل أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي كان متفاخر بالماء كان متفاخر بالماء أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فمكر الله به وأغرقه بالماء هذا بماء الأنهار هذه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر